انفرط العقد أو تبعثر توصيف يبدو الأدق لما حدث للتحالف الحاكم سابقا ولعل إقالة فالح الفياض كانت دق الإسفين الأخير بين العباد والصدر من جهة وتحالف الفتح من جهة أخرى لكن سباق الساعات الأخيرة صار على أشده فـ 48 ساعة فقط متبقية على موعد الجلسة الأولى للبرلمان المحددة للكتلة الأكبر وحتى الآن لم تتضح ملامحها بعد غير أن الصراع أخذ بعدا آخر بتصاعد الحديث عن ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة بعد التحاقه بمعسكر هاد العامري والمالكي وعلى الصعيد المقابل لم يحسم الأكراد خياراتهم بعد لكن الواقع يقول إنهم أقرب إلى الفتح من غيرهم لا سيما أن الأول وعدهم بإعادتهم إلى كاركوك في حال التحاقهم به أما الكتل السنية فهي بحسب مصادر مطلعة منقسمة على نفسها بين الطرفين وهو ما يوحي بأن جرة التفاهمات قد كسرت وأن الذهاب إلى البرلمان أصبح رهين ثلاثة سيناريوهات الأول دخول ائتلاف الأعباد بأغلبية بسيطة إلى البرلمان للحصول على الكتلة الكبرى ومن ثم جولة أخرى من المباحثات لنيل التأييد على تشكيل الحكومة أما الثاني فهو نجاح أحد الفريقين الأمريكي أو الإيراني بلم شتات مريديه خلال الساعات المقبلة وهو ما يعمل عليه الطرفان بجهود غير مسبوقة وبمختلف الأسليب ترهيبا أو ترغيبا كالتضحية بنور المالك كإغراء لانضمام الصدر إلى العامري أما الثالث فهو الذهاب إلى تأجيل جلسة البرلمان عبر توافق معين لإحداث خلال بنصاب الجلسة فيجبر رئيس البرلمان على تأجيلها وإن كان المشهد السياسي في العراق سريع التغير والتموج فإن الثابت الوحيد الظاهر أن جميع الأطراف وأن اتفقوا اليوم فإن أموال الوزارات ومكاسب المناصب كفيلة بأن تفرقهم غدا